الطريقة الأولى من طرق معالجة المصروفات المقدمة وهي إثبات المبلغ المدفوع على أنه أصل حيث أنه في ظل هذه الطريقة عند سداد المبلغ يسجل بالكامل على أنه أصل وفي نهاية العام يتم تحديد الجزء الذي يخص السنة وهو الذي يعتبر مصروف والمتبقي من الأصل يصبح هو الرصيد الأصل الجديد الذي يظهر في قائمة المركز المالي أما المصروف فيظهر في قائمة الدخ تذكر معا مثال منشاة عبدالله التي قامت في أول تسعة بسداد مبلغ قدره 72 ألف ريال نقدا وكان يمثل الإيجار السنوي لهذه المنشأة علما بأن السنة المالية للمنشأة تنتهي في 1422 في 3012 والمطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة علما بأن المنشأة تتبع طريقة إثبات المبلغ المدفوع على أنه أصل نلاحظ هنا مرة أخرى أن هذا المبلغ يخص سنتين الإيجار الشهري يمثل 72 ألف ريال على 12 شهر يعني يساوي 6000 ريال لكل شهر خلال عام 22 اللي هو العام الحالي بتاعنا فإن هناك أربع شهور الشهر بستة ألاف ريال إذن 24 ألف ريال هي التي تمثل المصروف الذي يخص عام 22 ولكن هناك مبلغ يعتبر مصروف مقدم يمثل 8 شهور أيضا في 6000 ريال هتساوي 48 ألف ريال هي دي التي تمثل المصروف المقدم وهو الذي يمثل أصلي هذه المنشأة بدأت في البداية بتسكيل الـ 72 ألف كلها على أنها أصل تحت اسم مصروف مقدم فنحن نريد في هذه الطريقة أن نحدد المبلغ الذي يخص السنة فقط وهو الذي سوف يمثل المصروف وهو قدره 24 ألف والمتبقي من الـ 72 بعد خصم الـ 24 تصبح 48 وهي تمثل رصيد الأصل الجديد والذي يمثل المصروف المقدم نتابع ذلك تفصيلا هنقول في البداية عند سداد المصروف يسجل المصروف على أنه أصل تحت اسم الإيجار المقدم ويكون قيد في دفتر اليومية من حساب الإيجار المقدم نشأ مدين كأصل قدره 72 ألف ريال إلى حساب الصندوق 72 ألف إثبات سداد الإيجار السنوي نقدا يوم واحد تسعة نلاحظ أن هذا المبلغ اللي هو الإيجار المقدم يمثل أصل أي حق للمنشأة على الغير في نهاية العام يتم إجراء قيد تسوية يهدف إلى إظهار المصروف الذي يخص السنة وقدره 24 ألف ريال والذي يخص عام 1422 والإظهار المصروف فالمصروف مدين والإظهاره أو زيادته يكون أيضا مدين إذن من حساب مصروف الإيجار بمبلغ 24 هذا المصروف نأخذه من الأصل أي أننا نريد تخفيض قيمة الأصل بالمصروف الذي يخص السنة وحيث أن الأصل مدين ولتخفيضه يجعل دائن إذن إلى حساب الإيجار المقدم اللي هو كان أصل ونأخذ منه 24 ألف إثبات مصروف الإيجار الذي يخص الفترة نلاحظ أن هذا القيد ترتب عليه أولا نلاحظ أن هذا القيد ترتب عليه أولا ظهور مصروف الإيجار لأنه لم يكن موجود قبل هذا التاريخ أو قبل هذا القيد وكذلك تخفيض قيمة الأصل اللي هو الإيجار المقدم بالمبلغ 24 ألف مرة أخرى يترتب على هذا القيد ظهور مصروف الإيجار بمبلغ 24 ألف الذي يخص السنة ثم تخفيض الإيجار المقدم اللي هو الأصل إلى المبلغ الذي يخص العام القادم أو الحق للمنشأة على الغير خلال العام القادم ويصبح 48 ألف ليال مبلغ 24 اللي هو المصروف سوف يظهر ضمن المصروفات في قائمة الداخل أو في حساب الأرباح والخسائر بينما أن المبلغ المتبقي في الأصل اللي هو كان 72 وخص ما منه المصروف 24 يتبقى به 48 هي التي تظهر كأصل ضمن الميزانية ضمن الأصول المتدولة بعد إجراء قيد التسوية نقوم بعمل قيد الإقفال وقاعدة عامة نحن دائما نقفل المبلغ الذي يخص السنة سواء كان إراد أو مصروف في حساب الأرباح والخسائر وحيث أننا نتكلم عن مصروف الإيجار فإننا نحدد المبلغ الذي يخص السنة وهو الذي يقفل في حساب الأرباح والخسائر وحيث أن المصروف مدين فإنه لكي يقفل يصبح دائن ويكون الطرف المدين هو حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصروف الإيجار بمبلغ 24 ألف وهو المبلغ الذي يخص السنة إقفال مصروف الإيجار في حساب الأرباح والخسائر في نهاية السنة يوم 3012 نقوم بعد ذلك بتصوير الحسابات في دفتر الأستاذ لدينا حساب مصروف الإيجار ولدينا حساب الإيجار المقدم حساب الإيجار المقدم هذا يمثل أصل بينما أن حساب مصروف الإيجار فهو يمثل المصروف هذه المنشأة بدأت في البداية بتسجيل المبلغ المدفوع على أنه أصل فقامت بتسجيله على أنه إيجار مقدم يعني يوم واحد تسعة قلنا من حساب الإيجار المقدم كأصل إلى حساب الصندوق أو النقدية بمبلغ 72 ألف ريال واجب على هذه المنشأة في نهاية العام أن تأخذ من مبلغ 72 ألف دولار ما يخص السنة وتظهره على هيئة مصروف ففي نهاية العام يوم 3012 هنأخذ مبلغ 24 ألف ونقول من حساب مصروف الإيجار حيث أن الإيجار المقدم هو الأصل طبيعته أنه مدين ووضعنا في الجانب الدائن منه 24 أي أننا قمنا بتخفيضه هذا المبلغ هو الذي يمثل المصروف فيظهر ضمن المصروف أيضا في نهاية السنة 24 ألف إلى حساب الإيجار المقدم أي أن مبلغ المصروف أخذ من الإيجار المقدم وقدره 24 ألف بناء على ذلك إذا قمنا بترصيد حساب المصروف سنجد أن به مبلغ 24 ألف وهي التي تقفل في حساب الأرباح والخسائر نهاية الفترة يوم 3012 إذن هذا المبلغ هو الذي يظهر ضمن المصروفات في حساب الأرباح والخسائر أما إذا عدنا مرة ثانية إلى حساب الأصل وهو الإيجار المقدم الذي كان يمثل 72 ألف أخذ منه 24 ألف يتبقى به 48 ألف وهي التي تمثل رصيده الجديد والذي سوف يظهر في الميزانية باعتباره يمثل الحق للمنشأ على الغير في تاريخ نهاية السنة المالية اللي هو 3012 إذا قمنا بتصوير حساب الأرباح والخسائر والميزانية سوف نجد أنه في حساب الأرباح والخسائر في جانب المصروفات سوف يظهر المصروف دائما بالمبلغ السنوي بينما أن الزيادة في هذا المبلغ السنوي سوف تظهر في الميزانية في جانب الأصول ضمن الأصول المتدولة سوف نظهر مبلغ يسمى الإيجار المقدم وقدره 48 ألف معنى ذلك أن حساب الأرباح والخسائر مرة أخرى تضمن المبلغ السنوي بينما تضمنت الميزانية الزيادة عن المبلغ السنوي ترجمة نانسي قنقر